السلام عليكم ازايكو حبيبي اخباركو ايه? النهاردة هنعمل مع بعض اسرع صنية بطاطس اذا كنتي اول مرة تزوري قناتي شيروا لايك وتفعيل الجرس علشان يوصل الكل جديد من قناتي وهنشوف مع بعض اسرع صنية بطاطس ممكن تعمليها وطعمها جميل جدا للناس المفتدقة اللي عروسة اللي لسه متجوزة مش عارفة تعمل ايه اللي بتشتغل ورجع بسرعة من شغلها مش عارفة تعمل ايه دي ما بتكملش تقريبا عشر دقايق بالزبط 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 اسرع صنية بطاطس كله نايف نايف زي ما انت شايفه احنا بنقطع البطاطس وبنرسها في الصنية بالمنظر ده ما فياش اي مشكلة خالص وفي عندنا شريح التوم من اللي احنا بنفرزها ونحطها في الفريزر عندنا بنحط كده طبقة البطاطس شرايح زي ما احنا شايفين عايزة قطاري قطاري عايزة تقليلي قليلا بس هو مش اقلي من كده هما دولة تلت بطاطسات بالزبط يعني هي اكلة تمام بتحطي البطاطس كده بعد كده الفراخ بتاعتك انت غسلاها كويس جدا وتطلعيها من الفريزر من قبلها تكون سايباها لغاية ما تسيح خالص وتغسليها كويس وبعد كده ترسيها فوق البطاطس بتاعتك بالمنظر ده العدد اللي عندك اللي انت عايزاه بعد ما نرس البطاطس ونرس فوقيها الفراخ انا عندي هنا مكعب ماجي بنفتفته عليها كده بالمنظر ده عندي ملح وفلفل بنرش عليها كله بسرعة وفي ثواني ما بتاخدش منك زي ما قلتلك خمس دقايق وكمان ربع ساعة في التسويب بتستوي وخلصنا علي كده هنا دي رشة الجنموتو اللي هو الجلوتومات اللي هو مش عندك خلاص احنا اكتفينا بالمرأة وهنا انا فرمت الطماطم والبصل مع بعضها في الكبة يعني هتبقى صنية بطاطس نايف نايف دي الطماطم والبطاطس مع بعض تمام كده هنحط لها من فوق بقى معلقة سمنة بلدي علشان تديها الطعم الجميل للبطاطس لان البطاطس احنا عارفين بتحب سمنة البلدي وهنا انا رشت بابريكا علشان الطماطم بتاعتي لونها فاتح فعلشان تديكي الفراخ حتى اللون الكويس وانتي بتسويها هنحط لها معلقة سمنة بلدي لان البطاطس بسمنة البلدي بصراحة بيديها طعم جميل جدا بس كده وخلصنا تغطيها بورق فويل وادخليها الفرن تستوي مع بعضها هنحط شربة لا ما تحطيش عايزة تحط براحتك خالص لكن انا بسيبها كلها كده الفراخ تنازل العسارة بتاعتها والبطاطس وكله يستوي مع بعضه بتدي نكهة جميلة جدا 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 وبتبقى احلى صنية بطاطس واسرع صنية بطاطس بندخلها الفرن وده منظرها بعد ما ساوت بصراحة صنية بتشهي زي ما بيقولوا وبالهنة والشفا وما تنسينيش في الشير واللايك والمشاركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة